فيه مصادر تانية غير الأكل والمكملات لأنواع الفيتامينز المختلفة يعني اللي أنا عارفه من ضمن الكلام اللي هرديك بعض وقلتيه من شوية إن فيه أشعة الشمس من شأنها لو تعرضنا لها يومياً في المدة كافية وفي توقيتات معينة فيه دابينتج عنده فيتامين مش عارفه وقتين باوا دال دي طيب هل فيه حاجة تانية غير الشمس كمصدر غير غزائي للفيتامينز معظم الفيتامينات والمعدن لا تصن إليها يصنها حال جسم فأحسن المصادر أنا عن نفسي كل مرة بطلع باتكلم على المكامل الغذائي اللي أنا جردته واتبسطته منه جداً دعم لي حاجات كتيرة جداً هو ألب مالتي فيت ألب مالتي فيت بطمن كل الناس اللي بتتفرج علينا مرخص من هيئة سلامة الغذاء فدي تدي لأي حد ست راجل جميع الأعمار الأمان إن أنا أخذ هذا المكامل الغذاء الرائع ألب مالتي فيت مرخص من هيئة سلامة الغذاء متوافر في كل الصيدليات أنت قلت لكل الأعمار ابتداء من سن كم؟ من 13-14 سنة هو آمن آمن جداً وطبعاً العبوة سعرها كويس جداً العبوة فيها 3 شرايط بناخد قرس واحد أو كابسولة واحدة في اليوم بعد الفطار وشريت فيه 10 حبات يعني العلبة شهر العلبة شهر تمام نقدر نكمل عليه ما عنديش مشكلة لأنه ليس دواء هو مكامل غذائي طب لو الحباية اليومية بقوا 2 منطلق أن هذا ممكن يزود الخيرات ده كويس أو غلط؟ هو معمول أنه يتاقد قرس واحد كابسولة واحدة حتى هيئة سلامة الغذاء الكتبة على العلبة هو القرس الكفاية أنا لا أحب أن أعمل إفراط في المكملات الغذائية ده مضر حتى في حالة الفيتامينز؟ الفيتامينات لما بأخذها بتركيز عالي جدا جدا ده طب بيبقى مع الدكتور مثلا الكالسيوم لو عندي عشاش تعظم الدكتور بيكتب أنا عندي هنا كالسيوم 70 ميلي جرام الدكتور بيكتب ممكن أعلى كتير حسب الكيس حسب الكيس يعني كل ده مبني على تحليل أولي لازم نعمله عشان نعرف إحنا عندنا نقص فيتامينز ولا لا أنا مع قلبي في مالتي فيت مش محتاجة تحليل مش محتاجة لأنه هو قريدي التركيز بتاعته بسيطة ما تدرنيش في حاجة فمش محتاجة لأنا مش عصدش تحليل عشان نشوف جدوى استخدام أنا أصد تحليل عشان أتعرف عموما على أننا عندي نقص طبعا طبعا الدكتور بيطلب التحليل يعني عين الدم عين الدم مفيش أي مشكلة وبتنعمل تحليل فيتامينات ومعادن يمكن المغنيسيوم بيبقى صعب شوي المغنيسيوم موجود واحد في المية بالدم بس مغنيسيوم موجود في العضلات عشان الانبساط لكن كل الفيتامينات ومعادن لها